حبيبي الحلوين في January 2 أهلا بيكم معنا في فيديو جديد هنشتغل فيه Chapter 2 اللي بيتكلم عن إيه عن 1000 أخذنا قبل كده Numbers زي ده Who can read this number to me نسينا زي بيتقرر طب تعالوا نتعرف على النمبر ده بيتقرر زي ونعرف الفالي والبلايس بالي بتاعت كل النمر أول نمبر ده كان اسمه إيه اسمه وانز اسمه إيه وانز السكند نمبر تانز اكسلانت السرد نمبر هندرد يبقى again وانز تانز هندرد وانز تانز هندرد اللي أنا بقوله ده الكلية فالي بتاعت النمبر الكلية فالي بتاعت النمبر خلاص لكن لو أنا باتكلم عن النمبر سكلو مين يقرأه لي مين يعرف يقرأه خلاص يقرأه من الأول النمبر اللي في الهندرد بنقول سبن وبعدين نقول كلمة هندرد وبعدين نقول كلمة إيه هندرد طيب بنقول سبن هندرد خلاص يقرأه من الأول خلاص يقرأه من الأول خلاص يقرأه من الأول خلاص يقرأه من الأول لو أنا عندي نمبر زي مثلا زي النمبر ده وقلت لك ريد نقول لك نقول لك 509 نقول لك نقول لك 501 طيب طيب أخصitude طيب خلاص يقرأه Iranian تردد خلاص يقشر Education واحد جميعز الوانز ارتفع الوانز مما جاءه ما نأخذ الوانزوتا في النمبر لو انا عندي مطمئ كذا الوانز٪ perch الوانز لدينا بعض الوانز السعب الوانزة من anne الوانز وتبع الجماBob نمشي بالمض��고 نجم نحن نقطع الوانز omega نشك بhabناه one is on يبقى البلايز فاليو بتاعته هندرد صحي كده طيب الباليو بنكتب الستيكس كفين في الهندرد يبقى بنحطه زير فيه طريقة تانية او النمبر اللي انا اسأل عن الفالي بتاعته بتشوف قدامه كم دجت تو دجت يبقى نحطه زير عشان كده الايد لما كتبت الايد والبالي بتاعتها بنحطه مكان نمبرز القدامه نزيره مفيش نمبرز فهو بيفضل زي ما هو تعالوا بينا نبتأ في درسنا الجديد النهاردة درسنا الجديد اسمه هنزود عندنا نمبر جديد يعني مادم ما كنا بناخد ثري ديجت جنبه بعض بقوا فور ديجت يلا بينا نتعرف عليه تعالوا بينا نبتأ في درسنا الجديد اسمه اول حاجة نتعرف على الباليو بتاعت النمبرز يلا بينا اي نمبرز عندي هنا هو هنزود في نمبر is one thousand four i am in the ten thousand my value is forty thousand i am in the hundred thousand my value is two hundred thousand. تعالوا بينا نشوفي النمبر حيننا نووضح لك الvalue و الplace value بتاعتو. إذا انا عندي نمبر two four one nine eight seven هو ده النمبر اللي عندي. ده الones. ده ايه? الones. اوكي? الvalue بتاعتو seven زي? ما هي? ال eight the tenths. والvalue بتاعتو eighty. ال nine hundred. و nine hundred. ال one thousand. ونكتب one thousand. ال four ten thousand. تعالوا بقى نتعرف عنا البليس الجديد. بعد ال hundred في مين? thousand. الفاميلي بتاعت ال thousand بيجي الوحد ولا بيجي بالفاميلي بتاعتو. ال thousand مع مين? ten thousand. و هندرد. تاوزند. هندرد ايه? تاوزند. تعالوا نشرحها كده تانية على جم. لو انا عندي نمبر زي يضوت كده. وبسألك عن ال value بتاعتو الو ال place value بتاعتو. ال one. ones. tens. hundred. بدأنا عيلة من الثاوزند. ده. تاوزند. ده. تاوزند. ده. تاوزند. ال hundred thousand. سبن. صح? ال place value بتاعتو. بنقول علي unit. تنز. ones. تنز. هندرد. تاوزند. 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 يبقى ال place value بتاعتو ايه? هندرد. تاوزند. هندرد ايه? تاوزند. طيب. لو سألت عن ال value بتاعتو. هنكتب ال seven. نشوف قدامها كان number one two three four five. نحط هنا. five zero. طيب. هل كل مره نحفض العب؟ انا ممكن عرفها بطريقة تانية. مش seven في ال hundred thousand. صح? ال hundred فيها كان zero two zero. وال thousand فيها كان zero three. يبقى اي number في ال hundred thousand. نحطه قدامه five zero. by the same way. ال six. ال place value بتاعتو ايه? one. ten. hundred. thousand. ten. thousand. ال place value بتاعتو ايه? ten. thousand. ten. thousand. طيب. ال value. هي six ايه? six. بين في ال ten thousand. يبقى six. وال ten. one. zero. وال thousand. three. يبقى 60.000. او نعدي six وقدامها كان digit four. يبقى six وقدامها fours. تعالوا نحل مع بعض السؤال ده. اعيزي ال value. ال place value بتاعتو ال digit بال red. اوكي. one. ten. hundred. thousand. ten. thousand. يبقى six فين. ال ten. thousand. في ال ten ايه? thousand. طيب. يلا. ال place value. احنا كده قلنا ال place value بتاعتو. مين يقولني? ال value بتاعتو. ال six. في ال ten thousand. يبقى four zero. يبقى four ايه? zero. ممكن عديد دجاجات اللي قدامه. zero. tens. صحي كده? ال value بتاعتو على طول. zero. هنا zero. one. ten. thousand. ten thousand. ten thousand. الزيرو فين؟ في ال ten thousand. excellent. تمام؟ طيب. الزيرو برضو قلنا ال value بتاعتو على طول. zero. ال six هنا فين؟ في ال hundred thousand. يبقى هنا هنكتب ايه? hundred thousand. thousand. انا باختصرها. اما هنكتبها بال value. هي ال hundred thousand. يبقى five zeros. او نعدد دجاجات دول. five. يبقى one, two, three, four, five. نحلو الباقي homework وبعتبولي على group phase. يلا بينا نحلل الاسئلة ديت. هناخد طريقة جديدة في الدرس اللي اسمها وال standard form. يعني ايه standard form? ال numbers لما نكتبه بالطريقة العادية ده اسمه standard form. طيب يعني ايه? يعني بنكتب كل numbers separated عن numbers اللي معي. بنكتب كل number لوحده بس مش بنكتبه كل واحده كده وبس لا بنكتبه بال value بتاعته. يعني number اللي في 10 هنحطه معه zero. اللي في hundred two zero. الف thousand three zero. الف thousand three zero. الف thousand الف thousand one zero. الف thousand three بقى كده. النمبر اللي في الف thousand سأحطه قدامه four zero. تعالوا نشوف مع بعض. النمبر دوت لازم نعرف نقرد زي. عشان نعرف اقرأ اي number. لازم every three numbers بود كما. كل three numbers نحط كما. بنبدأ نعد من ال right. one two three. نحط كما هم. الكما دي اسمها ايه? thousand. الكما دي اسمها ايه? thousand. ليه اسمها ايه? thousand. علشان بيبدأ? house of thousand. ده بيت ال thousand. يبقى ثاني. عشان نقرأ ايه numbers. لازم every three numbers بود كما. one two three. this كما is called thousand. النمبر ده اللي هنا بيتقرى الواحد. وده بيتقرى الواحد. وفي النص هنكتب كلمة thousand. يعني هنقول ايه? three hundred sixty eight thousand one hundred thirty two. تعالوا نقرأ اللي بعده. every three numbers بود كما. كما اسمها thousand. يبقى ايه? seven hundred three thousand two hundred one. هنا three hundred thousand one hundred nine. why this way? تعالوا بقى نعرف يعني expended four متاني. بنكتب كل number بالvalue بتاعته. يلا بنا. اول number عندنا هنا هوت عشان نكتب كل number لوحده. الones بيكتب لوحده. صحي كده? التن كان في three تبقى thirty. الهندرد one. طيب ال thousand eighty يبقى قدامها three zero. الsix في التن thousand. التن فيها قلنا zero والثاوزند three. او نعد قدامها كان digit four يبقى four zero. طاضل من الثري قدامها five digits يبقى five zero عشان هي في الهندرد thousand. why this way? مش لازم نبدأ من هنا بس عادي. الone الزيرو في التنس مالوش لازمة خلاص. ممكن مكتبش الزيرو اصلا فابدأ بالتو. التو في الهندرد يبقى معها two zero. الثري في الثاوزند يبقى معها three zero. الزيرو الواحد وما فيش حاجة. هنكتب مين? السبن. السبن معها five digits يبقى نكتب seven وقدامها five zero. بسيطة كده. هنحل الباقي homework وبعتمولي على group. الفيس موجود في اول كونت مثبت تحت الفيديو. يلا بينا ناخد example كمان. هنا وجابي النمبر موجود في expanded form وبيقولي يكتبيه فين في standard form يعني رجعه زي مكان. اول حاجة بندور مين ال numbers اللي مكتوب لوحده. ال eight يبقى هو ده ال ones. مين اللي مكتوب جنبه one zero. الفور يبقى that tenth. اللي جنبه two zero. يبقى ال hundred. اللي جنبه three zero. excellent. ال two. اللي جنبه four zero. ال five. اللي جنبه five zeros. six. بالترتيب. اللي جنبه one. اللي مكتوب لوحده. بعدين اللي جنبه one zero. اللي جنبه two zero. لو فيه number ما لقيتهوش. هحط مكانه zero. يلا بنا. بين النمبر اللي الواحده. nine. اللي جنبه zero. six. جنبه two zero. three. اللي جنبه three zero. four. اللي جنبه four zero. ال one. اللي بعده. من النمبر اللي مكتوب لوحده. Three. اللي جنبه one zero. ما فيش يبقى. زيرو. حط مكانه zero. اللي جنبه two zero. اللي جنبه ثري زيرو اللي جنبه فور زيرو مفيش اللي جنبه فايف زيرو اتو طب الكلام ده يبقى النمبر اللي مش هلاقيها حطه مكانه زيرو فنحل برضو دول الهومورك ونبعته على جروب الفيسبوك يلا بينا ناخد اكزامبل يلا بينا نحل السؤال ده complete using greater than less than or equal خيب عشان نعمل comparing between any two numbers اول step نعمل count للdigit هنا في كم digit one two three four five دول five digit نعدي هنا في كم digit one two three four five دول كمان five digit هل حكتب equal لا بس لازم اتأكد لو واحد عنده five digit واحد عنده four digit اكيد لو عنده five digit هيبقى هو الغريط هنا في five digit وهنا في five digit نعمل start comparing from left number نبدأ بداخل two وهنا three من الغريط الثري على طول هنا five digit هنا five digit ده اوله three وده اوله two يبقى الاوله three هو الغريط هنا four digit وهنا five digit وانا مغمط الغريط اكبر هنا six digit وهنا six digit بس ده اوله one وده اوله three يبقى الثري هي الغريط طيب يلا بينا هنا حلوين هنا six digit وهنا six digit هنا nine وهنا nine اكتب equal لا نشوف اللي بعده نعمل compare مع اللي بعده هنا eight هنا seven يبقى ال eight هو الغريط ازاي هحط greater than or equal والنمبر بالطريقة دي لازم احطه في ال standard four يلا بينا three four two five okay six تعالوا نعملون compare five digit و five digit six and six five five كل ما بلاقي number شبه number بعمل compare على اللي بعد وبنق على اللي بعده five five two و two بالله و four و four و three و three يبقى دول equal اكسل والباقي حتحلو بنفس الطريقة تعالوا ناخد ازامبر كميه يلا بينا ناخد السؤال ده order from smallest to order from smallest to to greatest يعني order from smallest to greatest حنرتب النمبر دول من اللي small للبيك من اللي ايه للبيك اول steps are you comparing في كم دجت هنا six digit six digit six digit six digit النمبر اللي اولو كان four with a three with a one with a two يبقى مين اللي smallest دول one two zero طيب تعالوا نقرأ كده every three numbers بود كما يبقى ايه one hundred two thousand three hundred twenty nine excellent تبعدين اللي اولو two اللي هو مين two five eight nine eight seven يلا نقرأ every three numbers بود كما يبقى two hundred fifty eight thousand nine hundred eighty seven اللي بعده every three numbers بود كما three hundred twenty thousand one hundred ninety eight صح كده مين اللي بعده يلا بينا four hundred twenty six thousand one hundred seventy eight كده تعلمنا ازاي نعمل لهم arrange with how to read this number هنحل لبقى numbers بنفس الطريقة بس تعالوا بصوا هنا ده six digit ده five digit ده six ده سيكسي بقى مين ازغر واحد هو ده تعالوا نقرأ هنحل لبقى ونبعتوا على جروب الفيسبوك تعالوا ناخد example كمان are ordered from greatest to smallest من البيج للسمال من البيج للإيه للسمال برضو اول step بنعد الdigit كل النمبر عندها six digit اوكي ده اولو four three one two يبقى ميني للسمالست لا احنا هنا بعضين من صح يبقى مين اللي اولو four وبعدين اللي اولو three وبعدين two وبعدين one سهلة جدا انا كتبت النمبرز من فوقي وانتو هتكتبوهم في ال dots دي هنا كلهم فيهم six برضو digit لا معنا ده five يبقى ده اصغر واحد صح يلا بينا مش هنعمل لعليكم بيرده اصغر واحد هنكتبه ده اولو five وده one وده four يبقى مين اللي اولو five بعدين اللي اولو four بعدين اللي اولو one وبعدين اصغر واحد ده هو four وحنحل الباقي بنفس الطريقة it's very easy لسه مكملين مع chapter two الاسم دوت اولو ايه? erase يعني ايه erase? كلنا عارفين يعني ايه arrow? arrow يعني الصف فهده الجمع الدعو. طيب احنا عندنا هنا ال arrow. دول كلهم عاملين arrow واحد يعني ايه arrow واحد يعني على نفس line او في صف واحد او في صف ايه واحد تعالوا بينا نشوف الاسئلة ازاي. هنا بيقول لي number of arrow one two three four five six six. six arrow. is it right? تعالوا بينا. number of arrow في كام ارو ادي one two three three arrow number of cupcake في كام اكاك في الارو and i don't one two three four cupcakes التوتال one two three four five six seven eight nine ten eleven twelve it's very easy يلا بينا نشوف اكزامبل كمين number of arrow في كام ارو one two three four five arrow في كام واحدة في الارو الواحد three التوتال حنوعد نعمل لهم كلهم 一ا واحدة في مريم كل الباقي حتحالي بنفس الطريقة it's very easy لو كنت سألتك هنا وقلتلك number of the total number of cupcake انا حاعد كل مرة اعدوا كل مرة بي حاجات كبيرة بي حاعد اعدوا كل دول طب هعمل ايه؟ لو كل ارو بص كلهم ادي بعض ان هنا من المرصوصين فوق بعضه كلهم صح؟ طيب احنا عندنا كم ارو هنا وان تو ثري في كم ارو؟ فيه ثري ارو خلاص طيب هل كل ارو فيه قد ايه؟ انا عندي ثري ارو كل ارو فيه كم واحدة؟ كبكيك وان تو ثري فور طيب يبقى ثري تايمز فور ده معناه يبقى انا لما جي عدهم كلهم اقول نامبر اف ارو اوكي ونامبر اوف كولوم كولوم اللي هما مين؟ الثلاثة هل تدول مع بعض اسموهم كولوم ودا كولوم ودا كولوم ودا كولوم يبقى ثري ارو تايمز فور كولوم هم عددهم طلالي كان 12 يبقى ثري تايمز فور اكوال 12 تعالوا نشوف ده في كم ارو؟ تو ارو ايتش ارو في كم واحدة؟ ثري يبقى او ممكن اقول نامبر اف ارو؟ تو وكم كولوم? one two three. يبقى two times three equal six. اظن بسيطة. يلا بينا نحل الاسئلة ديت. هنا number of arrow. فيكم one two three four five. five arrow. فيكم column. ادي one two three. three column. يبقى total. حاوضا عدهم كلهم ولا قول ايه? five times three. صحي كده? انا ممكن عدهم كلهم. عدتهم كلهم طلالي 15. طلالي كان 15. ده معنى ان number of arrow اللي هما five times. اخ كولم three equal 15. كده عرفنا. five times three equal a equal 15. هنا number of arrow. one two three. three arrow. فيكم column. one two three four five. وفايف كولم. يبقى number of total. عدهم. one two three four five six seven eight. nine ten. eleven. twelve. thirteen. fourteen. fifteen. fifteen. ده معنى ايه? انا number of arrow times number of column equal 15. وانا 15. لو انا عملت three times five. او five times three it's the same. في الحالتين متى الديني. 50. يلا بينا هنا. number of arrow. one. في ارو واحد. فيكم column one two three four five six seven eight. يبقى total. عدهم كلهم ايه. ده معنى ايه? انا one times eight equal eight. هنا فيكم ارو. one two three four five six seven eight. seven eight ارو. بكم كولم one. ده معنى ايه? انا ايه? انا ايه times one equal eight. بالتوتال طبعا عندناهم كلهم ايه. it's very easy. يلا بينا ناخد اكزامبل كمان. تعالوا نحل السؤال ده. number of circle. انا عندي كم circle. two. number of dots. كل dot circle فيها كم. dot. one two three four five six seven. صح كده? يبقى التوتال بتاع الدوت لو عدناهم. one two three four five six seven eight nine ten eleven twelve. thirteen fourteen. صح كده? ده معنى ايه? معنى ايه? انا في عندي two circle. كل circle فيها. seven dot. and the two times seven equal forty. equal what? forty. number of circle. one two three. four five six seven. seven circle. كل circle فيها كم. dots? two. ده معنى ايه? انا نحكتب seven times two. يلا نعدهم كلهم. حنلاقيهم 14. يبقى seven times two equal forty. two times seven. هي هي. هي. seven times two. حنكمل البيعيه by the same way. write the multiplication sentence. بيقول لي كتبيي المزبوطة. احنا باول حاجة بنكتب number of row. في كم row two times. في كم column one two three four five six. يبقى اكتب six. طيب الانسر حيبقى التوتال بتاعهم. يلا نعدهم one two three four five six seven eight nine ten eleven twelve. فيها مشكلة. يلا هنا كم ارو one two three four five six. times. في كم column two. عنا عدهم كلهم هيتلعون 12. يبقى two times six هي هي six times two. في حالتين equal twelve. في البيعيه يتحلل بنفس الطريقة. وكذا نكون خلصنا chapter two. see you in next video with chapter three. hogy امشوا الامش و choose Like a Share a Subscribe